فلسطين مش للبيع فلسطين مش للبيع قال الفلسطينيون كلمتهم لا للتطبيع مع الكيان الصهيوني ولا لبيع القضية الفلسطينية مئة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية نظموا وقفة احتجاجية للتأكيد على رفض اتفاقي التطبيع الإماراتي والبحريني مع الصهاينة بعد دعوة من القيادة الفلسطينية الموحدة للمقاومة الشعبية الواضح ان اتفاق التطبيع لا يعنيهم فالفلسطينيون يرون بان اتفاق العار كما يصفونه ولد ميتا عدين اياه طعنة في ظهر الامة الاسلامية لنؤكد خلاله على رفضنا لكل مسار التطبيع والاعتراب بالعدو الصيوني نؤكد على ادناتنا لهذا السلوك العربي الفضية ونتمسكا بمبادئنا وثوابتنا وبحقنا في العودة الى فلسطين القدس ومسر الرسول وقيامة عيسى عليه السلام ارضا ليست للمساومة وذلك البيع المحتل الصيوني المشاركون في الوقفة الاحتجاجية قالوا ان مشاريع التطبيع مع تل ابيب لن تفيد الشعوب العربية واكدوا ان المستفيد الوحيد مما عرف باتفاق السلام هم الصهاينة فقط اما بالنسبة للفلسطينيين فان خيار البقاء في ارضهم واستمرار مقاومة الاحتلال خيار لا بديل عنه نقول لهم ان الشعب الفلسطيني سيبقى يقاتل في هذه الارض ولا يمكن ان يتخلى عن ارض فلسطين هذه ارض الاباء والاجداد لن نكرر نكسة ونكبة 48 و67 سنبقى فيها وسنقيم دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف على ارضنا ويبدو بان الفلسطينيين باتوا موحدين اكثر من اي وقت مضى ضد التطبيع تاركين انقسامهم الداخلي وراء ظهورهم وملتفين حول قيادة موحدة لمواجهة كل مشاريع الكيان الصهيوني الرامية لاعادة رسم خريطة المنطقة خدمة لمصالحه